ليسوا في جلسة انتظار مستشفى من أجل موعد بل هو الموعد نفسه الذي كانوا ينتظرونه وليس هذا الرجل فاقدا لحنان أمه بل كاد أن يفقد الدنيا بأكملها ولم يقبل هذا المنهك قدم أمه من أجل عودته من بعثة أو رحلة عمل إنما من رحلة كادت أن لا تنتهي أبدا في معتقل جونتنام الأمريكي على جزيرة كوبا تسعة أشخاص رأوا ساعات حياتهم تنقضي بعد أن ظلوا في المعتقل بمدة تزيد عن 15 عاما في زنزانة المنفردة لكن السعودية سعت في احتضانهم وضمهم لبرامج المناصحة كي يمارسوا حياتهم من جديد أتمنى أن كل شاب يعي مفهوم الأمن مفهوم الأمن هو مفهوم الحقيقة مفهوم متصل بالدين الأمن إذا غيبت الحياة فالأمن هو يأتي بالاستقرار ويأتي بالتمار ويأتي بهذه الأشياء إلى الآن مصدوم ما أنا قادر أصدق الوضع في زنزانة 15 سنة لا خروج لا أكل لا شرب لا ما لا شيء فجأة تلاقي نفسك كل حر طليق وذا صعب صراحة توصف هذا الشعور أسرة تقوقعت مع نفسها فرحا بابنهم العائد إلى الحياة لا يعلم عن هذه اللحظة سوى الفرح ومرر فرحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي لم يسمع عنها سوى من أخي في هذا الوقت الحرج صراحة ما أستطيع أوصف مشاعر عجيبة جدا خصوصا تفاجأت أن الوالدة فعلا حضرت ما كنت أتوقع صراحة نهايا ولكن والله ما قصرت حكومة تخاذم الحرم الشريفين ما قصرت معنا أحضرت لي الأهل أنا مسرورة مرة مرة مسرورة واشكر الحكومة السعودية الله يحفظهم إن شاء الله كلهم ربنا يعمر هذا البلد إن شاء الله أمن الفرد متعلقا بأمن بلاده والإنجراف نحو خلله يكلفه حياته قد تذهبه في رحلة المنفى أو تنهي حياته وتبكي من حوله هاني صفيان العربية الرياض